الحسابات الأمنية والعسكرية لجيش الاحتلال بعدم الاتجاه نحو تصعيد عسكري شامل حاليا مع غزة تبدو متفقة مع الحسابات الائتلافية والسياسية بما فيها الدولية للمستوى السياسي في الكيان الصيوني لجهة عدم التصعيد حاليا وتنطلق هذه الحسابات من الاعتقاد بأن الوضع الدولي الراهن لا يمنح الاحتلال شرعية أو سندا قانونيا يمكنه من شن حرب واسعة النطاق على قطاع غزة خصوصا بعد الانتقادات التي واجهها الاحتلال منذ اندلاع المواجهات على الحدود مع القطاع منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار الماضي وما تبعها من استهداف للمدنيين من قبل الاحتلال كان قد بلغ ذروته في مزارة الرابع عشر من أيار الماضي مع سقوط أكثر من ستين قتل ويمكن الاستدلال من عقد الكيان الصهوني المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خمس مرات على الأقل في أقل من أسبوعين على حالة التخبط في سفوف القيادة السياسية وأيضا على سعيد المستوى العسكري بشكل لا يتيح له حسم رفض مطلق لمساعي ومخترحات التهدئة مع غزة كما تؤشر وطيرة عقد المجلس من دون الخروج بقرارات حاسمة ومعلنة إلى أن احتمالات التوصل إلى تسوية شاملة في القطاع عبر اتفاق جديد لم تعد خيارا واقعيا لدى حسابات حكومة تل أبي ويشكل هذا الوضع دليلا على عودة الاحتلال إلى السياساته التقليدية بكسب الوقت ريثما تتحسن الظروف الميدانية أو الدولية بحيث يتم حاليا وقف الهجمات والغارات الصهيونية مقابل وقف إطلاق النار من غزة وفي المقابل تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع وفي ظل هذه المعطيات يبدو واضحا أن حكومة الاحتلال ستواصل المماطلة في مسألة التوصل رسميا إلى اتفاق للتهدئة مع قطاع غزة ما لم تتضح أيضا شروط ومواقف السلطة الفلسطينية في رامالله والدول التي يمكن لها أن تتعهد بتمويل عمليات إعادة الإعمار في القطاع اشتركوا في القناة